بس اي الخير على اجمل ناس واجمل متابعين في الدنيا برحب بكم كده وبعتذل لو كنا تأخرنا شوية انه افضل معنا موضوع مهم بنعمل الليفات على الانستجرام لاني ساعات بعد كده لما بنزلها على الفيسبوك تاني يوم او تالت يوم او اليوتيوب في بعض اصدقائنا بيعتقدوا ان البس شغال لا اول بس بيبقى معفوظ وانا بنزله علشان في كتير من اصدقائنا بقول ياريد تنزله على الفيسبوك واليوتيوب بس انت لو حابب او حاب ان انت تتواصل معي مباشر فاثناء عرض الليف والحلقة اشتركوا في رابط الانستجرام وكل يوم بنعمل الليف وبناخد اسألتكم وانا دايما بسيب وبعلن عن كل الليف على الفيسبوك وعلى اليوتيوب او ادخلوا على الصفحة هتلاقوني سايب رابط الانستجرام في كل مكان تقريبا تشرفونا وهو ده المكان الوحيد او اكتر مكان اللي احنا بنعمل في الليف فالنهاردة معانا موضوع يشغل بال كل النساء ويقرق بال كل الرجال ومشاء الله الرجالة متفوقين في بعض المواضيع منها الموضوع ده اللي هو بتاع الليف بتاع النهاردة اللي هو اكتر الرجالة اللي يعنيها زيغة في الابراج ما شاء الله علينا يعني فيها براج في مواضيع كده بيبقى مكتسحين فيها يعني ما فيش رجل اللي لما تلاقي هينوبهم الحب جانب النهاردة ولكن الموضوع بدرجات وده المتعارف وده المنطق وده الطبيعي فتوقعوا كده احنا معنا كل الرجال من الاثناشر لحد الاول كل واحدة تتوقع برجح حبيبها هيجي في المركز الكام وانا برحب بيكم كده وهنبدأ بقى وحد اسكى شوية يقول لنا المركز الاول يتوقع هيكون مين في المركز الاثناشر مقارنة بكل الرجال هو رجل برج الطور العقلاني المفروض ان هو رجل برج الطور اقل الرجال ويعني مقارنة بيهم وان كان برضو بيبص من تحت لتحت كده ولكن خجل تقل تحكم في المشاعر حاجات كتير بتخليه يعني مقارنة بغيره ارحم شوية نعلى ندخل بقى في المركز الاثناشر كده هللاق رجل برج العزراء صاحب البال الطويل طويل اوي اوي لدرجة اوفر يعني في المركز الاثناشر الطور والعزراء كرجال يعتبروا يعني مقبولين شوية بس بيبرقوا من تحت لتحت كده ولكن الموضوع مقارنة بغيرهم مش قوي اوي عشان ننتهم العائلة الترابية تماما ناخد رجل الجدي في المركز العاشر اذا الرجال الترابية مقارنة بكل رجال الابراج هيجوا معنا بعيدين عن الموضوع انجاز التعبير وهم برضو بينوبهم الحب بجانب ما انا قلت الصفة دي موجودة في كل الرجال مش هننكر حد اتوقع انا خايف من برج عشانه جاي في القمة في حالة النهاردة فربنا يسطر هندخل بقى في منطقة وسطة شوية وهلا ينبدأ في الرجال اللي هي بين البنين اللي هي الموضوع عندها يعني ايه بين البنين مع رجل برج السرطان اللي في المركز التاسع برضو من تحت لتحت كده يبرق من تحت لتحت كده وييجي معنا في المركز التاسع الموضوع مش قوي اوي مش صعب اوي اذا قررناه بغيره ما هو الدنيا ماشية بدرجات نخش في الجد شوية ونوصل للمركز التامن هللاقي الابراج النارية بدأ اتهلة علينا بدأ اتشرف برجل القوس اللي بييجي معنا في المركز التامن وبدأنا بقى دي الرجال اللي هتنضرب بالشبش بالليلة من بعد ورج القوس اي واحدة مرتبطة بأي رجل من الرجال دي نصيحة ما يكلمهاش الليلة يعني يتحجج بأي حاجة الحوت في المركز السابع اه الحوت بقى يعني ايه العين زيغة ورايحة وجاية ويتحب التعدد شوية والاكتفاب وانسى واحدة يعني مش من فلسفته قوي ويعشق الجمال قوي والصوت الحنايم بيحركوا والواحدة اللي مهتمية بنفسها وبجسمها بتشدوا قوي وهي المشكلة في كده مش بس مع رجل برج الحد مع كل الرجال اللي هيشرفوا بعد كده هنوصل بقى للمركز السادس ونخش في الجد اكتر واكتر ورجل مائي تاني رجل برج العقرب مبس بساطة كبير طبعا اكيد هيكون واخد مركز متقدم معنا في حلقة النهاردة بيجي معنا في المركز السادس بدأنا بقى نخش في موضوع حلقتنا بدأنا بقى نخش في الجد اكتر واكتر اه رجل برج العقرب عيني زيغة بنسبة تزعج الانسة بقى دخلنا بقى في الرجال اللي هتبدأ ما بتسطرش في المواضيع دي الرجال اللي هتبقى يعني فضايح النهاردة من اول برج العقرب اللي بيجي في المركز السادس وفيه رجل تاني او فيه برج تاني عيني زيغة اذا قارننا بكل الابراج دي اكتر منهم هو رجل برج الحمل اللي هو برج الحبيب طبعا انا اعترف هنعمل ايه ايوه هنخش في علم الفلك حاول تهرب منها يمين وشمال كل ما خش لقيه متصدر في الموضوع ده فلازم احطه في القمة يعني رجل الحمل بصراعة ما كنتش عايز ان انا احطه في المقدمة اوي كده بس مش ساتر كل ما خش ابو الصلاقي في القمة ما شاء الله يعني مش ناوي او مش راضي ان هو يتزحزح عن مركز من مركز القمة فاخد المركز الخامس الموضوع احنا بنتكلم عن اكتر رجال او راجل اللي عينيها زيغة فرجل برج الحمل ما شاء الله عليه يعني قلبه يساع من الحبايب الف وعينيه زيغة وخلاص بقى مش هتكلم اكتر من كده هنطلع للمركز الرابع خلي ربنا يسطر فهنوصل لرباع خط النار يعني رباع خط النار من الرجال ودول اللي بختهم اسود الليلة الاربع رجال اللي هم الاوائل دول هم اللي انا يعني انا مرعوب عليهم الليلة لو هم مرتبطين مرعوب والله رجل الميزان الحبيب ده عينه زيغة بالفطرة يعني ده مش محتاج ان احنا نقول بقى ان هو يعني ظلمنا لا هو عينه زيغة بالفطرة ومشاء الله عليه بينافس ابراج القمة كمان يعني هو مش مكتفل بمركز الرابع ده هو بينافس فيه رجال القمة في الموضوع ده فخور اوي بالصفة ده اه رجل برج الميزان هتتعاب معه ولازم تتقبل الشيء ده فيه حتى هو بالفطرة كده فيه رجال غزب عنها كده يعني عينها زيغة ما بتعرفش تثبت في اتجاه واحد فالميزان من الاخوة من الفريق ده يعني فيه رجل بخته ابيض يعني الليلة اعلى من كل الرجال دي وانا عارف ان رجال القمة كتير من البنات توقع ترتيبها يعني رجل الدلو الهوائي الابو عنين زيغة بالفطرة اه طبعا رجل برج الدلو من اكتر الرجال اذا قرناها اللي متوغل في الموضوع ده اللي يعني يدي دروس في الموضوع ده اللي هو بالفطرة كده ما شاء الله عليه يعني السجل بتاعه مليء بالعيون الزيغة ورجل برج الدلو يعني احنا يعني الصعب يكتفي بواحدة او باثنين او باربعة يعني على رأي اللي كان بيقول زي ما ربنا يكرم ما عندوش مشكلة يعني واذا كان دحال رجل الدلو اللي في المركز التالت فما بالكم بقى اللي في المركز التاني اه بصبص كبير اوي بصبصات كبير اوي رجل برج الجوزاء اللي بييجي معنا في المركز التاني عينيه زيغة بالفطرة وما بيعرفش يتحكم في العيب ده او الصفة دي رجل برج الجوزاء من اكتر الرجال وإلا ما كانش ييجي في المركز التاني اللي عينيه زيغة 24 ساعة في 24 ساعة حتى هو نايم يعني هو رايح ينام بتبقى عنيه برضو زيغة بينما الكبير بتاع الليلة ده اللي انا مشفق عليه وما يزعلش مني الليلة هو الاسد الناري حبيب الملايين اللي بيتصدر الرجال كلها فحلقة النهار ده يعتبر هو والجوزاء كرجال معاهم الدل وبعدهم بشوية كده الميزان الاربعة دول ما شاء الله عليهم هم اكتر الرجال الابراج اللعنية زيغة فلازم الانسة بقى تبقى عرفة ان ده في الجينات بتاعتهم وإلا هتتعبي لانك مش هتلاقي اسد عينهم الزيغة ومش هتلاقي دلوة او جوزاء او ميزان عينهم الزيغة الاسد ما شاء الله علي بييجي في المركز الاول في حالة النهاردة كرجل واقف كده سنداد يعني سندال ما عندوش اي مشكلة وربنا يسطر وخفه يعني اللي مرتبطة بحد من رجال القمة خفه خفه اليومين دول صعبين يعني خفه على الرجال دي كده احنا خدنا كل الرجال وربنا يسطر وانا جاي هد النفوس في حالة النهاردة والنبي ما نناقس ما تخلوش حد يدعلي انا شايف ان كله مستحلف يعني اللي مرتبطة بحد يدعلي انا شايف ان كله مستحلف يعني اللي مرتبطة بحد من رجال القمة بتستحلف له في التعليقات دلوقتي فما بالك ده على العام ما بالك لما يبقوا خاص بينهم وبين بعض هتسود عشته طيب هناخد اي سؤال سريعا كده قبل ما نختم يعني اي سؤال انا معكم لو حد زينة بتقول خليك محضر خير اعملي بس يا زينة والله ما انا كمان من ابراج القمة المهم يعني لو حد عنده اسؤال بقى في الموضوع برا الموضوع نبدأ ان احنا ناخد اسئلتكم كده ندرد شوية مع حبيبي هدتها والله المرأة الحديدية بتقول هدتها انا طول عمري محضر خير بهد النفوس ولا حياء في العلم انا اقولولي اعمل ايه يعني مش هي ابراجهم اللي كده هو انا اللي اخترعت الابراج ما انا حاولت انا كمان اهرب من بورجي لقيته في القمة كل ما خش يلا حد عنده اسوى بقى جماعة الجدي رجل والدلو نعمل ايه معه والله التفق صعب اوي 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 لازم نفهم انطباع بعض لان واحد شرعي والتاني غربي وطبيعي انتوا واحدة بتقول راح تخلينا افسق خطوب تستهدي بالله يعني على اقل مش بعد الحلقة دي عشان ما يبقاش انا السبب استني فترة كده ما معنى تغير تصرفات رجل بورج التور علي والله يعني رجل بورج التور من النادر انه يغير هو من الرجال اللي اسلوبها عادة ما بيكون سابت في التعامل وعادة ما بيكون متزن وما بيتغير شي يعني ممكن يكون جد داخل دخول طرف ثالث انت مثلا مش مهتم بي مش مهتم بنفسك الاخ دي الاسباب الشعيع يعني الجدي رجل العرب وانسة في انجزاب كبير او بين البرجين دول حتى وان كان في مشاكل يعني توفق في مشاكل كبيرة تتعب او مع او هو يتعب مع انسة الاسد لا اختلاف الطباع وصعب علي قيادتها رجل الحود من اصعب المهمات علي قيادة انسة زي انسة الاسد انا جوزاء وبحارب مع الجديد وقلي 23 سنة جهاد ربنا وفائك توفق السرطان والرجل مرأة السرطان الرجل والاسد من الرجل من هو عاملت ان التوافق ده مش عالي ايا كان لو كان الرجل هو الاسد والانسة السرطان كان يبقى التوافق افضل اذا قرناه بالعجس يعني انسة دلو مع رجل مجهول طيب عزراء وعزراء ينفع بس هيشله بعض هيبقى فيه نوع من انواع التبارد الغير مقصود احيانا والمقصود في اغلب احيان ودي مشكلة القصود والدال وزينة بتوافق حلو مساء الخير استاذ محمد توافق جدي مع جدي حلو بس فيه عنده عدم تنازل وكبرية زيادة يعني لزوم يخلي بالهم من النقطة دي امرأة الطور وراجل برج السرطان توافق حلو فيه جاذبية ولو كان العكس كان يبقى افضل لو كان الرجل هو السرطان يعني اسد واسد حلو ولكن فيه حتة يعني ساعة ما بيتعصب وبيقوم الدنيا حريقة فيهد شوية نورهان انا بعتلك على الفيس على الخاص ممكن انت حاضر يا نورهان حاضر يا نورهان حاضر كل اللي بعتلي انا بجيب والله يعني ما بحاولش ان انا اتعامل به ملمع قص وحمل رائعك حلو اوي اوي توافق فيه فيه دم خفيف ومرح كده والدنيا ماشية وريحة وجاية وسلاسة والنكد قليل توافق العقرب والميزان توافق يحصل انجزاب اوي ويتشد اوي في البداية وبعد كده تظهر المشاكل لان الاتنين فاهمين بعض اوي واسكية والتوافق بشكل عام امرأة طور ورجل جدي حلو التوافق مركز القوس عشان ملحقتش برج القوس يعني جي معنا في المركز الثامن ما تقلقش لو انت مرتبط يعني هيبقى امرك اخف من امرنا بكتير انا حوت وخطيب السرطان فيه توافق بس فيه نكد فيه دراما فيه دراما دراما فيه تكبير للمواضيع ومش اعمل حلقة عن اكتر رجال الابراك فرفشوا او الله فكرة حلقة حلوة اللي مأيد ياريد اكتر رجال الابراك فرفشوا اكتر هنكد انسى الاسد ورجل الحمل دي من اعلى التوافقات في علم الفلق وبينهم كيميا وبين بعض رهيبة لابعد الحدود شكرا لك قوي هستنى ردك تسلميلي رجل العزراء وانسى السرطان تعبان معه تعبان معه وفيه توافق ولكن تعبان معه لجفاء عاطفته شوية وهي محتاجة اهتمام ورومانسية اكتر من اللي هو بيدالها بكتير دي المشكلة طروج دي في التوافق بس فيه عند انا العقرب وهو دلو كيف التوافق الله التوافق مش حلوه اوي لان العقرب ده عنده حب امتلاك والدلو بيحب الحياة وحريته اوي فنقطة الخلاف بينهم من النقطة دي اكتر الابراك فرفشة ونعنشة زينة بشكلها رايق اوي في كومنتاتها الليلة هو دلو وانا حوت وهو اللي بيجر ورايا مش فهمة والله الدلو يعني رجل برج الدلو مع رجل برج الحوت دائما يتعب اه انسى الحوت ودائما يتعب انسى السرطان لذلك التوافق ده صعب وي اه انا ما فهمتش السؤال انا جاوبتها على انا قريط مرأة السرطان ورجل حمل ايه درجة التوافق 55-60% المشكلة ان رجل الحمل عصبي ويه منتقد احيانا عفوا ساعات بيفزحها ليه لما ببعت على انستجرام ما بشوف رضي وممكن تكوني بعتها من قريب بس لان انا ما برض على انستجرام والفيسبوك بجيب من الاقدم اه نسبة التوافق بين الميزان والحمل نسبة عالية اه تصل 85-90% من اعلى المبسوطة بوجود معكم تشرفينا تحياتي من لبنان اهلا بكل بلاد مش لبنان بس ايه سبب الشلل يا دكتور محمد عزراء الرتمة الحياة ورد الفعل والاستجابة يا بتقول سبب الشلل بين العزراء والعزراء ان الاتنين بيتبردوا على بعض والاتنين بيتقالوا قوي ما كل حاجة تزادت عن حدها بتجيب نتائج عكسية عزراء وعزراء بيتقالوا قوي على بعض الدرجة اوفر تخلي الموضوع صعب وعندهم لا مبالاة بيطنشوا في بعض الاحيان في الحاجات اللي هي المهمة اه انسى ميزان ورجل ده حلو اوه التوافق ده اوي تحياتي من تونس تشرفين انتو كل اهل تونس وشمال افريقيا انت قدر النساء اكتر من الرجل عب عليك انا يعني انا اريد تعليقك ولكن انا والله ولا بأقدر الرجال ولا بأقدر النساء انا التعليق اللي بيجي قدامي برد عليه لان انا ما عرفش اللي بيبعتلي ده راجل ولا ست بس ممكن حضرتك بتبعت فاسناء ما انا بجاوب او ممكن عشان عدد النساء اكتر طبيعي هتشوفني ان انا برد على النساء اكتر انما انا ما عنديش اي فرق راجل طور وانسى حوت فيه توافق ولكن عنده وانتقاده بساعة بيقتلها بس هي المشكلة توافق وانسى الاسهد ورجو الجوزاء حلو اوي يسعد مساك منورة اسلاميلي ممكن التوافق بين الحوت والسرطان حلو اوي بردو مرحبا مستاذ مرحبا بيك او بيك برج الحمل طيب ومعقول اوي والله انت مقاموها عشان برج مش هادر اتكلم انا اقول غير كده يعني انت السرطان او انت انا برج الحمل اتمنى ترد على تفضلي فين الاجابة الله يطمنك يا دكتور محمد انا دايما بطمن الجميع رجل عزراء وانسى الطور هل العزراء عينه زيغة والله احنا اخدنا في الترتيب لا يعتبر من الرجال اللي جات في القاعة مش في القمة في حالة النهاية من اكتر برج نساء قطعم خربش يعني من اكتر برج نساء والله ما فهمت دالو دالو فيه توافق بس مش عالي او يعني نقول 70% مثلا يا دكتور بليز انسى جادي ورجل قوز توافق صعب وفيه مشاكل لا يتخطى الـ 55-60% هي مش عجبها حاجات فيه هو مش عجبها الاتنين يعني مش عجبهم حاجات في بعض ودي مشكلة والاتنين كسيرين الاتهام لبعض بالصفات السلبية وده بيوتر الاعلاقة فيه احيان كتير اوي رجل الدالو وانسى الاسعة حلوة الجامعة اسلامية ربنا يخليك انا باخد التالات بحاول والله ان انا مفاوتش حاجة الاسد والميزان عبير توافق جميل جدا يمكن هو اللي يجي على طول بعد الاسد والحمل عيوب برج السرطان وانسى الحوت ممكن رد انك هاده كتير قطعم خربش يا محمد والله ما فيهمت برضو انسى الجوزاء ورجل الحوت توافق زواج بشكل عام توافق بشكل عام مش عالي ولم ياء شكرا كتير انت رعت اسلاميلي يسعد من ساك صفات برج الجوزاء لدي عايز حلاء احنا عاملين حلقات كتير قوي عنها يا دكتور انت مرديت على برج اه انا رديت على السؤال ده جماعة يعني انا مش عارف انتم في مشكلة في الصوت ولا لا انسى السرطان ورجل الاسهد ده دكتور لا والله يبصوا يعني التوافق صعب ده هو بيجرح ما هو زي رجل الحمل كده حساس اوي بسكوت هو ممكن يكسر هو مش واخد باله بضربة مخلب كده فدي المشكلة يعني اه انسى الحمل مع رجل الجوزاء حلو اوي اوي وعلى فكرة انا كرجل حمل من اكتر الناس اللي ممكن تشديني بخف الدم وشاودت وانسى الجوزاء يعني بشكل عام هنكتفى يا جماعة بالقدر ده واي حد بعتلي وانا مرددش عليه انا بعتذر بكرة ان شاء الله عندنا لايف بشكر كل الناس اللي انضمت جديد واللي مرددش عليه ان شاء الله احنا كل يوم كل يوم هرد على سؤالك عجلا اما اجلا ادعو اصدقائكم واللي مشتركش يشترك عشان الانستجرام هو اكتر حاجة هنعمل عليها لايفات الفترة الجاي